هل كانوا يتخيلون أن تقودهم مليون بيضة إلى تلك الأسرار في قلب الأعماق؟ وما هو ذلك الاكتشاف الغريب؟ وما سر الرحلة التي قادت أعضاءها إلى اكتشاف مذهل وخطير؟ وماذا رأوا في ذلك الجبل تحت الماء قبالة ساحل المحيط الهندية يحمل في قمته سراً كان دليلاً للوصول لكائن عجيب؟ صدف العلماء خلال رحلتهم جبلاً تحت الماء بلغ ارتفاعه أكثر من ألف كيلو متر فوق قاع البحر مياه دافئة ويغطيها الشعاب المرجانية ظلام دامس في الأعماق مواقع لا يجرؤ على الغوص فيها إلا أشخاص محددين من أصحاب الجرأة والخبرة إن أي تصرف غير مدروس في تلك المواقع البحرية يدرك الغواصون جيداً أن ثمنه حياتهم دلت تلك المادة الدافئة التي تتدفق تياراتها بشكل عجيب أن هناك بركاناً ما زال ناشطاً في تلك المياه التي على إسره أصبحت المياه دافئة درجة حرارة المياه في تلك الأعماق ليست عادية بمجرد وصول الغواصين إليها تتسارع نبضات قلوبهم يبدأون تداول الأسئلة بلغة الإشارة في تلك المواقع البحرية الغامضة تتدفق تلك المياه الدافئة في بيئة مناسبة لبعض الكائنات البحرية في أن تبقى على قيد الحياة في أعماق البحار بما لديها من قدرات خاصة شاهد العلماء شيئاً غريباً فقد وجدوا ما يقرب من مليون بيضة عرضها يفوق النصف متر على سفح البركان تغطي قمة الجبل البحرية غطى البيض بكمياته الهائلة هذه قمة الجبل البحري بأكمله حتى أصبح شكله يشبه الجليد في أعماق المحيط الهادئ التي تصل إلى 2900 متر أثر هذا المنظر دهشة العلماء وحاولوا الوصول إلى مصدر هذا البيض ومنبعه حتى وصلوا إلى اكتشاف هام كان البيض صاحب الفضل في العثور عليه اقترب العلماء أكثر من ذلك الجبل المائي ليروا الورانك الأبيض وهو أحد الكائنات البحرية العجيبة يضع البيض على القمة على بعد كيلو ونصف كيلو متر تحت السطح الورانك الأبيض هي مخلوقات بحرية غير معروفة هي واحدة من بين أنواع الالورانك التي تعيش في أعماق الأماكن حيث يسكنون في أعماق تتراوح بين 800 و2900 متر قبالة الساحل الغربي لأمريكا الشمالية والوسطى يصل طول الإناث البالغات من كائن الورانك الأبيض إلى مترين يضعن بيضا مستطيلا يعرف باسم حقائب حرية البحر لأنه يشبه الحقائب الصغيرة استفادت تلك الكائنات البحرية من البركان في احتضان بيضهن فكانت تضعه بالقرب من الفتحات الحرارية المائية بالقرب من جزر غلاباغوس أفاد العلماء المتخصصون أن الماء الدافئ يساعد في تسريع فترة حمل البيض فالقمة الضحلة للجبل البحري تكاد تكون عبارة عن حديقة مرجانية وحضانة آمنة للأنواع الحديثة من الورانك لتنمو قبل نزولها إلى الأعمق حذر العلماء أيضا من احتمالية القضاء على هذا البيض نتيجة الصيد المتكرر فالجبل البحري ليس محميا ما يشكل خطرا كبيرا ويجب مراقبة ووضع قوانين أصارمة تحد من صيده ترجمة نانسي قنقر